يا طلبة واحد اسمه مش موجود ياخدوا كورة ليه؟ أسئلة سريعة برضو حتريهم طبعاً أسامي كتيرة وأسامي كبيرة وأسامي لعيبة تقال سابوا الفريق محمد فضل محمود عبد الحكيم وقالوا دلوقتي كابتن فتح الله محمد زيدان ناخدهم كده محمد فضل محمد فضل كل اللي حصل بالزبط محمد فضل كابتن الفريق مختيار اللعيبة أنا مش هان اللي اخترت أنا قلت لهم أعودوا مع بعض اختاروا مين كابتن الفريق كلهم اختاروا محمد فضل واختاروا رفض حلق واختاروا أمير بالترتيب كده وبعدين جدوا وصلاح يعني هم اختاروا رتبوا الناس وقالوا لهوا ده الترتيب عشان انت عارف فيه تكوين فريق كل 25 لعيب معظمهم مش من النادي فكت لازم بيقى فيه ترتيب وقيادة في كل شيء لانت عارف لازم بيقى كل شيء منظم ولازم بيقى فيه الآخر لما بيبقى فيه مشكلة ولا حاجة هو شخص واحد اللي تقدر تتكلم معاه بيقعد مع زميله وبعدين ما بيقعد مع زميله وبيتكلم اه انا بالضبط بموضوع محمد فضل محمد فضل جاء لي بالضبط وقال لي اه انا فيه موضوع انا يا كابتن معروض علي اروح نادي المقاولين اه وقال له فضل انا مش موافق ان انت تمشي انا عايزك تكمل مع الفريق فاللي يا كابتن انا عندي بعض الظروف وبعض الحاجات وفضل ده يعني معايا كانت انتخب الناشئين ايام الله مرحوم الدكتور محمد علي كان عنده 13 سنة اه وانا روح تجبته من ناط الصيد اه يعني كانش بلعب كان بلعب في ناط الصيد جبته وضمته لمنتخب وفضل عمره ما خطى خطوة في حياته في كرة القدم الا ما اسألنا روح فين اه راح سموح انا قلتول روح سموح راح اه المقاولين قلتول روح المقاولين اه وكان موجود المقاولين شريف اه حبيب اه ستت معرف شريف حبيب طبعا ظروف يا كابتن اه فقال لي انا عند ظروف ايه هي بقى ما قال لي ظروف بصراحة يعني ما خطتش خط بحياته غير ما اقولك يا كابتن ودي بالذات مقالها لكش ظروف مش كراوية اه يعني ظرف عقيل او ظرف حاجة اه انا مقدرش طبعا ايه يعني اتكلم في حاجة مش مادية انا عارف انا عارف ايه الوقت لأ انا عارف فعلا لكن انا بقولك اللي قال لي قلتله بص يا ف谷 انا من ناحيتي انا يعني حياته ان انا وافق ان انت تمشي دلوقتي تمتكالت الفريق ممكن اعمل راجعة في الفريق انا مش مفق على انك تمشي حاجة ثانية الحاجة الثانية انت شايف ان انت نادي الماولين انت هتروح في الكلام ده وكده. عموما نفت. لو ما عايزت يمشي. او عايزت روح. انا مشوف على المشان. روح اقعد مع الادارة. ولو الادارة سمحت بكده. انا مش سمع. راح قعد مع الادارة تكلم معهم. بالضبط كده. ففي الادارة قالوا له طيب انت لازم تدفع في لويس ومشان دفع 20000 جنيه. عشان يروح عارس التشور. هو محمود عبد الحكيم. محمود كان بيشارك معايا في معظم المباريات اللي كان موجود فيها كان بيشارك. بيبدأ المشان بيشارك لوقت كده بيشارك بحاجة. لقيته برضو في نفسي في يوم جاي كابتن انا جايلي الكابتن مشير عثمان وجايلي بفاركو مبلغ مال. قلت له محمود انت هنا قال لي يا كابتن المبلغ المالي. اللي انا اخده في الانتاج لغاية ما السنة تخلص. انا ممكن اخده من فاركو. قلت له هتندرف حاجة? قال لي لا. قال لي طيب التليفون معاك هو كابتن مشير عثمان. كلمت كابتن مشير عثمان. يا كابتن مشير محمود هيسيب في نادي الانتاج واحد اتنين تلاتة اربعة. هم. انت هتوفرهم له? الله هو وفرهم له. هم. بالزبط كده. خد اعراوه كمان. سنت شوق. محمد زيدان. محمد زيدان كان موجود معي. كنت بتمنى انه يستمر مع الفريق. هنتكلم بصراحة. كنت تمنى انه يستمر في الوقت ده. هم. لان هو الوقت ده يعني زي ما يقول ايه. يعني هو عمل زي. هم. يزرع وما يحسطش. هم. هو عمل الاعداد وبدأ المطشاط وبدأ الفطرة الصعبة وبدأ الفطرة الاولانية. ولما جاء عند الفطرة اللي الفرقة بدأت تقوم فيه وتقدر تشيل اي حد. هم. في التيم يعني هو قلق. وزيدان عنده مشكلة. زيدان عنده مشاريع. وعنده اسرة موجودة خارج مصر. وعنده ارتباطات في حاجات كتيرة. فبقت عنده بلان. بلان عايز يقسم عليه وقته. هم. فبقى الوقت بالنسبة له كبير. هم. هنا الاسرة لازم يشوفه. وولاده. هنا لازم عنده مثلا ارتباطات بشركاته وحاجاته وشغله وكلامه. هنا في مش عافية. هنا في التمرين والمعذكر والالتزامات والحاجات. هم. فالبلان كبير. هم. فالبلان كبير هو مقدرش يستحمله. انا مكلمك بصراحة. هم. هو مقدرش يستحمله. هو زيدان ممكن. يحترف. ويبقى كويس قوي. ويلعب. هم. لو طلع بره مصر. هم. مش في مصر. هم. لانه هو في مصر مرتبط بامير هنصر النهاردة. با بلوقاي احنا عندنا مشروع هنروح الصبح. اه بشوقي ما تيجي نروح نزرد مش عارف دار ايه. مش عارف مين طب ما تيجي نبني ايه. او نعمل ايه عنده. وفي نفس التوقيت طب عايز اشوف ولادي. لكن هو ما يصارش غير مع كتن امين. ايه. ما يصارش غير مع كتن امين. لا. لا هو بيحب كتن امين. ايه. ايه. او دورة حقايا.